كثيرة غزيرة وافرة مثمرة عديدة اثارها مديدة وفي طياتها الخير الكثير هكذا يمكن للجمع توصيف المكاسب التي حصدها المصريون والعالم من منتدى شباب العالم 2018 في نسخته الثانية على ارض السلام شرم الشيخ فمن الشباب والى الشباب اصبح الحلم واقعا وتحولت الشعارة الى ممارسات وحقوق مكتسبة فعلى مدار اربعة ايام خاض الشباب المشارك في المنتدى تجربة ستظل حاضرة في اذهانهم اذ تنوعت جلسات المنتدى ما بين موضوعات سياسية واجتماعية واقتصادية وبين موضوعات وقضايا اقليمية ودولية واثرت مشاركات الشباب جلسات الحوار يوجد الشباب لانفسهم موقعا في طريق الريادة والقيادة اتى نجاح منتدى شباب العالم في نسخته الثانية برهانا لا يقبل التشكيك في قدرة شباب مصر على تنظيم حدث دولي بحضور مسؤولين وشخصيات مربوقة في العالم بما يضيء الطريق امامهم لتولي القيادة المستقبلية مشاركة نحو خمسة الاف شاب وفتاة مثلوا نحو مائة وستين دولة عزز من قدرة الشباب المصري على المحاورة والتعايش والمحاكاة لعدد من الثقافة المختلفة ما جعلهم يعيشون تجربة الانفتاح من وحي تجربة شخصية وواقعية بعيدة عن الخيال ومن المكاسب التي لا يمكن غض الطرف عنها قدرة الدولة المصرية على صدافة فعاليات دولية والعمل على انجاحها رغم المحاولات اليائسة من الحاقدين لتمصي وعرقلة تلك النجاحات كما ان نجاح القيادة المصرية في بناء جسور الثقة بينها وبين الشباب يعد ضربة موجعة لكل المحاولات الفاشلة لاعداء الداخل والخارج لاستقطاب الشباب المصري وخلق فجوة بينه وبين قيادته تنشيط القطاع السياحي والعمل على التعريف بما تمتلكه مصر من عوامل جذب يعد هدفا مباشرا لتنشيط هذا القطاع الحيوي الذي يدر دخلا كبيرا لمصر ويفتح ملايين لفرص عمل جديدة خطوات كبيرة تخطوها الدولة المصرية لتسابق الزمان لنقل مصر الى موقع الريادة والقيادة التي تستحق فمصر الحضارة باقية ولو كره الكارهون